اهلا وسهلا فيك بندق اهلا وسهلا فيك يا احمد منور والله حبيبي والله هذا نورك دقيقة قلت بندق ايوه هكذا اسمك غريبة ايش ايش الغريب يعني ولا حاجة ولا حاجة لا لا يقول لي ايش الغريب ولا حاجة كمل كمل معلك ما دام الدب هذا استغرب من اسمك خبرنا كيف جيت بالاسم هذا بالنسبة للاسم موضوع كتير كتير بسيط انا بصراحة كان بدي بس اسم عبارة عن انه يكون هيك اسم بيعلق بالمخ وبنفس الوقت اسم بسيط ويكون مناسب لشخصية كرتونية وبنفس الوقت بيبلش بحرف البق ليش بيبلش بحرف البق لانه نفس حرف اسمي الحقيقي طيب بندق انت من وين بالضبط اههم اه بالنسبة لها تاريخي لقد ترعرعتو بين اههم اه 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 اصدي انا من سوريا من مدينة حلب تحديدا والان اقيم في المانيا ولكتوبرني اههم طبعا الف رحمة على شهداء الزلزال اللي وقع في سوريا وتركيا امين يا رب آمين يا رب نحسبهم شهداء إن شاء الله عند رب العالمين وبصراحة الموضوع جدا جدا مؤسف ما فيني أقول غير أنه لازم الناس تساعد المتبررين بأي طريقة إن كانت سواء بتركيا أو سوريا طيب بندق من متى أن تنزل فيديوهات على اليوتيوب؟ أو متى بالضبط كانت بدايتك؟ أنا بصراحة اليوتيوب بالتحديد دخلته بالـ 2019 شهر 6 على ما أذكر كان أول فيديو عملته عن اللهجة الحلبية ومن بعدها انطلقت يعني فخلينا نحسب كذا سواني طالع ألي حاسبي أربعة سنين إلا ثلاثة شهور قليل اللي يسووا محتوى علمي على الإنترنت أنت كيف ضبطت معك؟ وكيف قدرت تدمج بين الكوميديا والمحتوى العلمي؟ هلأ بصراحة قبل أي شيء أنا رهيب أنا إنسان رهيب أنا فضيع أنا يعني بشوف رداء سوبرمان أصلاً يعني بس يعني خلافاً عن أني كتير كمان متواضع بصراحة شوف أنا ما كنت بقرر أبداً أبداً أنه يكون برنامج علمي لأنه أصلاً أول حلقة عملتها عن اللهجة الحلبية أنا كان ببالي يكون البرنامج بيحكي عن كل شيء بشكل عام فلاقيت حالي عن بسأل حالي بالحلقة الأولى أنه ليش اللهجة الحلبية غريبة؟ بعدين بالحلقة الثانية عملتها عن ليش الناس بتشجع كرة القدم فحسيت أني خطيت على خطى برنامج يكون يسأل أسئلة محيرة أني كانت علمية ولا ما علمية يعني مثلاً أيام سألت حالي عن معاني الأمثال الشعبية مثلاً أو أصل معاني الكلمات الأغاني مدري شو فإنه البرنامج أنا لحد الآن ما بعتبره علمي لأنه ممكن أحكي عن أي شيء مثلاً ممكن يكون سردي لقصة مثلاً مثل قصة الأسد سكار فيعني بندق هل صحيح أنك تكره الكلاب؟ ليش؟ ليش السؤال هذا يعني؟ أيش راح يفيدك؟ والله عندي كلب صاحبي قال لي ضروري يسأل بندق السؤال هذا هل صحيح؟ شوء؟ بصراحة لا ما بعرف ما بعرف منين جايب هالي معلومة بس يعني أكيد لا أنا بحب الكلاب بحب جميع الحيوانات طيب بندق دقيقة دقيقة خلني بس أسأله سؤال واحد بس كمان مان والله سؤال واحد بس أهم شي ما يكون غبي بندق هل البيضة جد قبل الدجاجة أو الدجاجة جد قبل البيضة؟ خذ لك أوه هذا سؤال فظيع وأنا كنت راح أحكي عنه بحلقة فرح أحكي عنه بشكل مختصر هلأ مشان ما أحرق الحلقة هلأ هو بصراحة شوف يعني الموضوع تقريباً بينقال مثل مسحة وما حدا بيعرف يعني حتماً ما حدا بيعرف مين أجل البيضة أو الدجاجة لكن الشي اللي أنا فهمته أنه البيضة عفواً القشرة تبعيتها بتجي من مادة بقلب الدجاجة بتكون تمام؟ فنحن ما فينا نقول أنه في بيضة بدون دجاجة إذا هاي البيضة موجودة فهي القشرة تبعيتها منين أجت إذا ما كان في دجاجة بس فينا نقول أنه دجاجة أجت بدون بيضة فما في دليل ملموس عنه هي كانت بقلب بيضة بل كي هيك فجأة طلعت وردي وطلعت منها دجاجي ما حدا بيعرف ما بعرف يعني بس يعني بس الجواب الشافي له الموضوع انه يعني البيضة لازم تكون جاي من دجاجي حتما لكن الدجاجة ما شرطة تكون جاي من بيضة نظريا طبعا يعني هو سؤال بصراحة هو غريب يعني لا لا ما غريب الله شيطان طيب بندق هل رح نشوفه كبرنامج تلفزيوني يوم من الأيام هو بصراحة لا لأنه أنا بالنسبة لي بحس بندق هو يعني مادة للإنترنت حصرا يعني زي ممكن تحطه بالتلفزيون ما ينجح أو بشكل عام يعني بصراحة التلفزيون على طريق الانقراض برأيي بغض النظر كمان أنا غالبا حكي عبارة عن ميمز وقصص تبعات الإنترنت والنيرتس اللي بيفهموها تبعات الإنترنت فإنترنت أصد الإنترنت فممكن نشوف شلون يكون البرنامج أساسه على سوشيل ميديا ومسلا نعرض على التلفزيون ممكن نجيب مجادة لكن الأساس هو الإنترنت أنت حب الكرتون أو الأنمي هلأ إذا بترجع للحلقة اللي عملتها اللي كان اسمها لماذا ندمن الأنمي هيك اسمها ما بعرف ثواني رح أنت عملها بالمونتاج أوكي أنا هلأ رح أسفق وأنت تحط الغلاف تبعا تمام أوكي فهمت علي؟ تمام يلا واحد اثنين ثلاثة واو سحر هاي هي الحلقة تمام المهم بهذه الحلقة أنا حكيت أنه ما في فرق بين كلمة أنمي وكرتون ما بعرف لش الناس بتدايقوا كلمة أنمي أصلا هي عبارة عن ترجمة اليابانية لكلمة أنيميشن الكلمة الأمريكية أنيميشن اللي هي أصلا تعني كرتون يعني رسم متحرك هاي هي بس لكن صار في فكرة هيك ما بعرف شلون ما بعرف مين اللي بلش أصلا أنه الكرتون للأولاد الأنمي للأكبار الفضيعين الرهيبين بس يعني الموضوع عادي المهم مع كل حال أنا للأسف بحب صراحة بس يعني حاليا ما عم بتفرجه على أنمي تفرجت على ديث نوت 8 سنين وكان فضيع وأرهب شي شفته بحياتي لحد الأن كلمة ما بشوفه بكترح له هاي المسلسل يعني فالأنيمي أكيد يعني شغل فضيع جدا بس يعني أنا ما كتير بشاهد بشاهد أفلام أنيمي كتير لكن مسلسلات أنيمي بحسن كتير طوال يعني شفت مثلا ديث نوت كان أصير فشاهدته بمتعة كبيرة يعني لكن مثلا تقلي مثلا هذا مدري شو اسمه ناروتو ناروتو 13 ألف حلقة هذا بالنسبة إلي بحس أنه يعني بحس أنه هيك بمبسط أكتر إذا شفت شي إلى نقطة بداية ونقطة نهاية يعني طيب إلى هنا بنكون خلصنا ليش؟ كان عندي سؤال شي يسأله مرة ثانية خلص طولنا شكرا لك بنرغ على قبولك الاستضافة هذه الشكر طبعا لك وللمتابعين وللمتابعينك الحلوين وإن شاء الله يعني هاي بداية اجتماعات كتير إن شاء الله وللنا لقاء آخر على عيني وراسي شكرا كتير إن شاء الله أوكي أوكي قبل ما تمشوا اسمع هذه لو انقطعت رجلك هل بات حسب وجع؟ أكيد كيف لأن رجلك انقطعت أيش الغباء هذا؟ أوكي أوكي بس وين بات حسب الوجع؟ برجل صح؟ كيف بات حسب الوجع برجلك؟ برجلك مكتوعة يا أخي ضروري أبطل حشيش شكرا للمتابعين